اتحاد علماء المسلمين وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بلاغ يحمل توقيع امينه العام انما تقديم عليه بعض الدول مثل الامارات والمغرب من الانغماس التحالفات والخطوات العاملية مع الكيان الصهيوني المحتل عاما مدرن ومحرم شرعا وخيانة للعهد العمري والصلاحي ولحقوق الشعب الفلسطيني واكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انه قد اصدر سابقا عدة بيانات لادانة التطبيع مع المحتلين لقدسنا واقصانا ولفلسطين واعقد عدة مؤتمرات وندوات للتأكيد على اولوية هذه القضية وعلى حرمة التطبيع وانه خيانة كبرى لقضياتنا الاولى